حتى يتبين لهم أنه الحق القرآن الكريم قرر حقيقة علمية يكتشفها العلماء اليوم أصبحت حقيقة يقينية ثابتة في علم الطب قال تعالى ومن نعمره من العمر يعني ننكسه في الخلق أفلا يعقلون إذن العملية تحتاج إلى عقل وتفكر وتدبر دعوني أتأمل معكم هذه الدراسات العلمية ماذا كشفت وكيف أن العلماء اكتشفوا أنه بالفعل بعد سن معين وبخاصة بعد سن الأربعين تبدأ عمليات تنكسية في خلايا الإنسان في دماغه كل شيء يبدأ بالانهيار دعونا نتأمل هذا الفيديو الحقيقة أيها الأحبة التنكس هي عملية لا يمكن إيقافها أبدا ويقول العلماء إن أي خلية ومنذ خلقها تسير باتجاه الموت فلا يمكن لخلية أن تعيش للأبد مهما حاولوا لأن تصميم الخلية بالأساس صممت لتموت في النهاية طبعا عملية موت الخلايا هي عملية منظمة جدا ودقيقة تسمى بالموت المبرمج للخلايا لا يمكن إيقافها أبدا وتسير ببطء في البداية ولكن بعد منتصف حياة الخلية بعد منتصف شبابها يعني تبدأ عملية الموت بسرعة وتسير بوتيرة أسرع بكثير أي هناك تسارع لتنكس الخلايا مع الهرم أو مع الكبر حيث تولد الخلية وتبلغ ذروة شبابها ثم تهرم وتشيخ وأخيرا تتلاشى وتموت وهذا القانون ينطبق على جميع الكائنات وفي دراسة حديثة أيها الأحبة تمكن العلماء من إطالة عمر بعض الخلايا لفترة محدودة من خلال إخضاع الشخص لنظام غذاء معين ولكن عندما حاولوا إطالة عمر الخلية أكثر تحولت لخلية شاذة أو خلية سرطانية سبحان الله لذلك يؤكد العلماء أن سن الأربعين هو سن فاصل تبدأ بعده الخلايا بالتنكس الله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير إذن هناك ضعف ثم قوة ثم ضعف هذا قانون ينطبق على كل شيء أيها الأحبة في الكون وقال سبحانه وتعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون فتماما كما في النجوم النجم صمم أساسا لينشأ ثم يهرم ويستنفذ وقوده ثم يموت قد يتحول إلى نجم نيوتروني أو إلى ثقب أسود في عملية تسمى موت النجوم كذلك في عالم الكائنات الحية كل شيء ينمو ليموت في النهاية حتى إن العلماء يقولون إن الموت هو الظاهرة الطبيعية التي تقابل الحياة يعني الموت ليس يعني لا يعني النهاية بل إنه جزء من الحياة وبالتالي يؤكد العلماء أن كل شيء يسير باتجاه الزوال والموت وهذا يتفق مع قوله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون سبحان الله هنا يعني أنا أتذكر معكم آية عظيمة يقول فيها تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك إذن القرآن حدد لنا أن قمة قوة وأشد الإنسان يبلغها في عمر الأربعين سنة تأملوا أيها الأحبة العلماء يقولون بعد سن الأربعين يبدأ هذا التنكس يزداد وكلما عمر أكثر كلما عاش أكثر تزداد نسبة موت الخلايا لذلك الإنسان الذي يعيش طويلا بخاصة الآن في بريطانيا مثلا في الدول المتقدمة عندما حاولوا إطالة عمر الإنسان أصبح لديهم أعداد كبيرة من ما يسمى بمرض الخرف أو فقدان الذاكرة أو الزهايمر وهنا يعني هذه الإشارة التي قالها الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون تتفق تماما مع المعطيات العلمية الحديثة وتشهد على أن هذا القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق